عددت اللجنة المنظمة لمباراة الرجاء والوداد برسم ذهاب دور ثم نهاي كأس المحمد السادس للأبطال التوقيت النهائي للمواجهة المرتقبة السبت المقبل وتم تحديد الساعة السابعة مساء بدل الثامنة وتعد هذه هي المرة الأولى منذ فترة بعيدة التي يجرى فيها الديربي مساء بعد أن ظل يقام عصرا في السابق لدواع أمنية هذا وكانت دارة فريق رجاء البيضاوي قد أعلنت عن موعد انطلاق بيع تذاكر مباراة الديربي ابتداء من صباح اليوم يذكر أن مباراة الديربي بين رجاء والوداد سيقودها طاقم تحكيمي إماراتي يتكون من الحكم الرئيسي محمد عبد الله بمساعدة مواطنيه محمد الحمادي وأحمد الراشدي فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للسعودي محمد الهويش ترجمة نانسي قنقر